شاهدين نسيب دلوقتي حضرتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع أحمد تفضلي أحمد شكرا بسمت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانتش موجز الأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضرية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية وتتوكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية التي تعمل بالطاقة النظيفة كما وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بنظم التشغيل والكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة منظومة النقل الجماعية بحيث يتم تأهيلها علميا لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم به التكنولوجيا المستخدمة في إطارها أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات كما تتوسع في إنتاجها محلياً وخلال ترأسه لاجتماع المجموعة الطبية أكد مدبولي على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء مشدداً على المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع كما شدد رئيس مجلس الوزراء على منع دخول غير المطاعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 998 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم لارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393.529 حالة وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم تسجيل نحو 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لفتة إلى وفاة 25 حالة وفاة أظهرت بيانات معهد روبرت كوخل الأمراض المعادية في ألمانيا تسجيل 34.145 إصابة جديدة بفيروس كورونا لارتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 88.122 حالة وأشارت البيانات إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة للفيروس لارتفع إجمالي الوفيات إلى 115.649 حالة وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بالأعمال الإرهابية الإجرامية وأضف صالح في تغريدة له على تويتر أن التفجيرات تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلية والاستحقاق الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقلة وكانت مصادر عراقية قد أعلنت إصابة شخصين في انفجارين استهدف مصرفين في العاصمة بغداد وقع الفرقاء في دولة جنوب السودان اتفاق سلام في الخرطوم برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقال الوسيط الفنية للاتفاق حمزة يوسف قال إن السودان وضع كافة إمكانياته من أجل معاونة الأخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان شعورا بالمسئولية لطي مرحلة الحرب داعما وراعيا لها من أجل الوصول إلى السلام بدوره شدد عضو المجلس السيادية في السودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي شدد على ضرورة تحقيق بند الترتيبات الأمنية مشيرا إلى أنه بند حيوية وجوهرية في إنجاح الاتفاق وهو الأمر الذي أغفلته وأغفله المعنيون في اتفاق سلام جوبا في السودان اعتقلت الشرطة البريطانية مراهقين اثنين لصلتهم بحادث احتجاز الرهائن في كنس ولاية تاكسيث الأمريكية مؤخرا وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب بجنوب مدينة منشستر البريطانية أفادت بأن المراهقين لا يزالان في الحجز ويغضعان للاستجواب وأكدت الشرطة أنها تتواصل مع المجتمعات المحلية لوضع أي تدابير لتوفير مزيد من الطمأنينة يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه أن الخاطف الذي قتل بالرصاص بعد عشر ساعات من المواجهة مع الشرطة في كنس يهودي في تاكسيس كان من مدينة بلاكبيرن شمال غرب إنجلترا وبهذا انتهى موجز أخبار التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل